اشترك في القناة زي ما وضح قدامك كده بالضبط هتضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو ده وتضغط على زر الجرس هتفتح لك قائمة اضغط على الكل عشان توصلك كل الفيديوهات من قناة إلكترو ميكانيكا الونلاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ده هتكلم على قانون حساب أمبير محاولات التوزيع 3 فاز على جانب الجهد المخافط وجانب الجهد المتوسط لو أنا عندي محاول التوزيع خطرته 500 كيلوهولت أمبير والجهد بتاعه على جانب الجهد المتوسط 11 كيلوهولت اللي هو 11 ألف غلت والجهد بتاعه على جانب الجهد المخافط 4 من 10 كيلوهولت اللي هو 400 فولت وعايز أحسن الطيارة على جانب الجهد المتوسط وجانب الجهد المخافط سوف نستخدم هذا القانون بكل سهولة الـ S اللي هي القدرة الظهرية المحاول يتساوي جزر ثلاثة V في I الجهد في الطيار يبقى من العواقة دي تقدر أجيب الطيار اللي هو بيساوي الـ S على جزر ثلاثة مضروف في V أو الجهد الـ S اللي هي القدرة الظهرية ويبقى من المحاول للمحاول اللي هي بكيلوهولت أمبير أو بالفولت أمبير بتبقى ما نتاعتها بالفولت أمبير ويبقى الطيار اللي هو بتاعته بالأمبير طيب أنا لو طبقت العلاقة دي تالي تساوي الـ S على جازة ثلاثة في V على جانب الجهد المتوسط بالشكل ده كده الـ I يساوي الـ S اللي هي القدرة الظهرية اللي هي 500 كيلوهولت أمبير هنضرب 500 والكيلوهولت أمبير اللي هي في ألف عشان تطلع بالفولت أمبير على جازة الثلاثة اللي هو واحد علامة سبعة ثلاثة اثنين مضروف في الجهد على جانب الجهد المتوسط اللي هو 11 ألف بولت النتيجة تطلع 26 و 24 مئة أمبير طيب نفس الكلام لو كنت أطبقه على جانب الجهد المخافض حسابات دي مهمة جداً في المتوسط اللي هي 500 كيلوهولت أمبير القدرة ثابتة زي ما هي 500 في ألف على جازة الثلاثة اللي هو واحد علامة سبعة ثلاثة اثنين في الجهد على جانب الجهد المخافض اللي هو 400 كيلوهولت النتيجة تطلع 721 جل و 7 من 10 أمبير يبقى كده حسبت الطيارة على جانب الجهد المتوسط وجانب الجهد المخافض طبعاً حسابات دي مهمة جداً في التصميم لو أنا على سبيل المثال مش عارف الطيارة على نين بليد بتاع المحول أو هو مش باين ممكن أحسن بكل سهولة طالماً أعرف القدرة الزهرية بالكيلوهولت أمبير وعارف الجهد بتاعه على جانب الجهد المتوسط وعارف الجهد بتاعه على جانب الجهد المخافض بكل سهولة أحسن الطيار هنا وحسن الطيار هنا موسيقى موسيقى موسيقى